الموقف ده بالمناسبة لأنه مبارح ناس عملا تطلع تقول كذا ويعملوا وغلوا يا جماعة في حاجات والكلام ده أنا بقوله لكل جمهور النادي الأهلي من حق حضرتك أنه أنت تتدايق على أن لعيب عندك يتضرب بهذا الشكل اللي الحقيقة أنا بشوف أنه كل لعبتنا بيمثلوا النادي الأهلي خير تمثيل خلي بقى لحضرتك من الكلام تخيل اللي بيحصل ده لو كان مع حد تاني في نادي تاني كان إيه اللي ممكن يحصل كنت هتلاقي خناء وضرب ولكن إحنا لعبتنا محترمين ومؤدبين وناس عندها احترام لإسم ناديها والإسم بلدها قبل إسم ناديها خلي بقى لحضرتك من الكلام ده كويس جدا أنا آسف أن أنا حقول هذا الكلام هو علي لطفي ولا حمدي فاتحي ما كانوش يقدروا يردوا على الحسن كانوا يقدروا يردوا ويردوا كويس قوي ولكن احترامهم لبلدهم واحترامهم لناديهم وعارفين ومتأكدين إن ناديهم وبلدهم أو بلدهم وناديهم حتجيب لهم حقهم فخلاص الناس لازم تلتزم بالمعايير المحترمة للرياضة في العالم كله لأن الرياضة أخلاق الرياضة ليست بهذا الشكل ولما طلب حقي زي ما النادي الأهلي دايما بيعمل حقدوا بالطرق الشرعية مش حقدوا بالغصب عن حد ولا حضرة بحد ولا حشت بحد ولا بهذا الشكل أبدا لكن هعرف أخد حقي كويس قوي 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 وخلي بالحضرتك انت هنا بتتكلم عن رياضة بتتكلمش عن بلد احنا بتتكلم عن مباراة كرة قدم عمرها ما هتودينا إن احنا نقلل من علاقتنا بإخواتنا في السودان ولكن ده بعض المشجعين المتعصبين هم اللي بيعملوا هذا الكلام لأنه النادي الأهلي معروف العالم كله عارف مين النادي الأهلي دلوقتي مش دلوقتي من زمان ولكن أفريقيا خلينا اتكلم أفريقيا كلها عارفة مين النادي الأهلي والفرق كلها نفسها تكسب النادي الأهلي سواء في مصر أو في أفريقيا أو في العالم العربي أنا كلنا عارفين هذا الكلام الحمد لله تشرفت إن أنا أكون جزء ولو قد كده داخل النادي الأهلي كنت لما بروح ألعب ولعبت في أندي أخرى لما كنت بروح الهلال أنا لعبته في النادي الأهلي وفي أندي أخرى الفرق كبير جدا 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 الهلال عايز يكسب الأهلي حقه ولكن الملعب يكسب في الملعب ما عنديش أي مشكلة بالعكس هنطلع ونثقف وإحنا طول عمرنا ناس محترمة وطول عمر جمهور النادي الأهلي وطول عمر إعلام النادي الأهلي ومن قبلنا عندنا مجلس إدارة من 1907 وحتى الآن معروف إن هو من الأندية اللي عندها مجلس إدارة محترمة جدا وبتمشي على الصح فقط نادي الأهلي تقاليد ومبادئ وبيحترم القوانين فطبيعي لما بيأخذ أي موقف رسمي لابد أن يكون هناك دراسة متأنية لكل الأبعاد واستبيان كامل لكل المواقف من مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب لأن الأهلي كلمته بيزي كلمة أي حد وده اللي أنا كنت بقوله إن الكلمة هنا بميزان لما نادي الأهلي يصدر عنه شكوى أو بيان بيكون له ردود أفعال زي ما حضرتك شايف كده ممكن ناس كتيرة جدا ما تكونش متخيلة مداها سواء داخل مصر أو خارج مصر لأنه زي ما قلت لحضراتكم في النهاية ما بين الشعب المصري والشعب السوداني أخوة وتاريخ عظيم لا علاقة له بما حدث من بعض العناصر المنتسبة لنادي الهلال السوداني والشكوى النادي الأهلي واضحة وصريحة علشان ما حد يشياخد الكلام في سكك أخر بنقول أهو دي شكوى بسبب تجاوزات بعض عناصر نادي الهلال وليس لا علاقة بدولة فلاش علاقة بالكلام ده دي مسألة رياضية بحتة أنا باخد سنة اللي فاتت أو من سنتين فاكرين مباراة الهلال كابتل خطيب أنا فاكر اليوم ده الحقيقة لأنه كابتل خطيب كان ظهره الفترة دي كان عنده مشكلة كبيرة جدا كان بداية وجع ظهره وما كانش المفروض يسافر لو تفتكروا كابتل أصر أن هو يسافر وأصر أن هو يكون هناك توقمة أو أخوة ما بين النادي الأهلي وما بين أصدقاء اللي موجودين في الهلال في ذلك الوقت في الجيل بتاعك كابتل خطيب وعملوا قاعدة لو تتذكروا هذه الأمور وعملوا قاعدة كبيرة ومع ذلك الأمور كانت صعبة جدا في الملعب وفي النهاية تعرض كابتل محمود نفسه والنادي الأهلي في ذلك الوقت بعد المباراة أنتوا لازم تجيبوا حقنا وكذا 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 ولكن احتراما لكل حاجة واحتراما أن الرياضة أخلاق قبل أي شيء النادي الأهلي تجاوز عن هذا الأمر وعدت الأمور الحمد لله ولكن ما حدث في مباراة أول أمس بغض النظر عن النتيجة إحنا كنا وحشين الشوت الثاني ماشي لكن بعيدا عن النتيجة وبعيدا عن الفنيات أن ما حدث هذه ليست رياضة هذه ليست رياضة كلام اللي بقوله ده المفروض يكون بدهيات يعني أساس تتكلم فيه ولكن لازم أقول ترجمة نانسي قنقر